وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 618 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 833 طن أما في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط 54 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي تمضبط 638 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تمضبط 131 طن وفي مجال بيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 10 أطنان الأسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضد 913 قضية من بينها 177 قضية خبز ناقص الوزن و176 قضية خبز غير مطابق للمواصفات